اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد السلام و مرحبا بكم اليوم باش نحضر مع بعضنا وصفة دراع زمنية كما تشوفوا هنا هكا ما شاء الله طريقة اه احترافية و زمنية زمنية كما هكا هكا المكونات عندي كيلو دراع بالنسبة للدراع في بلايس اخرى ولا في بلدان اخرى يسمى واحد دخال عندي 500 جرام فارينة دقيق الابيض و عندي 400 جرام سكر محور بالنسبة للدراع والحمصية نخدموهم بالسكر لمحور عندي الهنا 100 جرام لوز نية اهروشتها كما تشوفوا هنا يعني رحيتها و خليتها على جناب عندي 50 جرام جلجلين كيف كيف مقلي انظيف رحيته و عندي هذي قشور برتقال قشور البرتقال عملته هنا في الدار ما شاء الله على الريحة و على اللون يعني نشيح توا كما تعرف وقت البرتقال نشيح هذيك القشور و من بعد نرحيهم عندي نص باكو خميرة عندي عصر قارس و عندي 400 مليلتر زيت زيتونة بتبيع الزيت من بعد نشوفو اسكن زيدو ولا من زيدوش فهي المكونات متاعي الكل هم مغربلين بتبيعه هوين كما الدراع كما الفارينة كما السكر كما كل شيء تولى هنا باش ناخو المكونات متاعي الكل باش نحطهم على بعضهم في وسط البول كما تشوفو لاكا نضيف الفارينة و بعد نضيف السكر و بعد نضيف باقي المكونات هذي وصفة غريبة الدراع اسفقسية الزمنية ان شاء الله نكون وفقت في توصيل المعلومة والاستيس و الا الروسات اصحيحة نضيف الجلزلين المرحي بطبيعة كل واحد و طريقته يعني في عاملين لكن انا هذي وصفة زمنية حبيت انودكم بها كما تشوفو عصرت طريف يعني عصرة قارص صغيرة بالنسبة للغريبة الدراعة تحب هكا يعني عصرة القارص جي بنينة وعندي نصبه كل خميرة الحلويات ضفتو لهنا هكا هذو ما هكا المكونات متاعي الكل باش ننضيف هذيك اقشور البرتقال زي دم غرفة بتبيع ما ضفتوش الكل الخاطر ما يجبش ننضيفه برشة خاطر يعطي الحرورة للحاجة معني تنقول احنا للا تكثر منه بزيد يعمل الحرورة في الغريبة و الا في اي حاجة يعني اي حاجة تعملها بزيد تعمل الحرورة متاع البرتقال كيما تشوفو الهنا هذي البولة متاعي كيما تشوفو هكا اصغير بطبيعة باش نحن نصب المكونات متاعي الكل في حاجة واسعة ونبدا نضيف في الزيت ونخلط يعني محناش نمش نعجنو باش نخلطو نخلطو المكونات متاعنا الكل مع بعضهم باش يتجانسوا وفي الاخر نتحصلوا على خالية متجانس بين المكونات الكل طبيتو في حاجة واسعة باش نجم نخدم ما فيها ونحرك بالبيه بالبيه وندخل الزيت في المكونات الكل الهنا كيما تشوفو ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم شكرا 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 على تشجيعاتكم في الفيديو اللي قبله دي ما شاء الله ما شاء الله لقيت برشة تفاعل على تجين الورقة اه ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم واللي ما زال ما شايفش الوصفة ان قوله اه تنخليها لك في صندوق الوصف و LEHNA آآ نضيف آآ لنعيد الزيت ونقعد اللم ال الكميه هذيه متاع الدروع والفيرينه والسكر واخذيت солнبل ميلي لتر يعني ال 400 ميالولين زيت زيتونه نسيت ما قلتكمشalah الحقيقة زيت زيتونه اذا مش متوفر بالاضبعه هو من الاحسن يعني يكون زيت زيتونه اذا معش متوفر نعمله زيت نباتى موسم الزيتون و اكيد الناس كل عنده شوية زيت عنده شوية زيت كهو الهنا نخدم هذيك نظيف الزيت ونخلط نظيف الزيت ونخلط حتى لني ساي معنيتها اعرفت اللي باتم تاعي ساي تبلدت الكل و وشربت الزيت ولهنا توا باش نرحيها اخذيت الشباك هذيك الواسع لازم راه و لازم لازم يترحى الدراع مكينش يجين احرش و ميجينش بنين كيتيب في الفم بالنسبة للنس اللي ما عندهم مش مكينة متاع الكورون نرحيوها بماكينة اللحم اكثر التوين سيعرفوا الدراع يترحى بماكينة اللحم كي ما تشوفوا الهنا هكيا رحيت الكمية الكل ومن بعديك بطبيعة ان انا رحيها وشفتها يعني تستيتها عرفت اللي هي ساي معني تذيك هو القوام اللي حاشتي به ما استحقش زيت هكا المرحلة هذيه بها اكا هو تول هنا نحيت هذيك الشباك و عندي لقمع هذيه لقمع هذيه مخذته على ماكينة عشرة قصيته بتبعها فما ناس فما برشا يتبعوني يعرفوا القالب هذيه نجمل ركبوه زيادة على ماكينة الحم العادية انا قصيته على رقم اثمانية وتوا باش نخرج به البودا عليش على خاطرني انا لهنا باش نعمل مقروض مانيش باش نعمل اشكال اخرى بتبع انتم اذا مش متوفر عندكم القالب هذيه تعملوا اي شكل عندكم المقروض نعملوا هذيه كشكل النجمة اه تعملوا شكل الهلال يعني معروف بالنسبة لي لي انا نحبه يعني دروع زمني الزمني هو مقروض مقروض كيف ما هكيه دروع المقروض نخرج هذوك البودا هذوكم الكل قعدت واحد يلزمني ننزل على الماكينة وينزمني في نفس الوقت نحوط يلزمني في نفس الوقت نشد حاسي لو الساعة بالي والحمد الله يا ربي اه عملتهم وكيما تشوفوا لهنا هكا خرجتهم هذوك البودا الكل وبعدك نخرجهم ونخدم قدش من كعبة نخليهم بحذيه ومن بعدك اندور انشكلهم لو تشوفوا القديم كيفاش باش نشكلهم طريقة سهلة اه الحقيقة معنيتها الماكينة هذي عاونتني بالبيهي ومعنته وكيما تعرفوا يعني حاجة كورون في ساعة في ساعة معنتها تتخدم ما تعبش كيما انا الحقيقة يدي توجعني معنتها ما تعبت شوية بركة مش برشة المهم اه تعب مخلوف المهم وصلت لكم المعلومة وصلت لكم حاجة بيهي وعملنا حاجة بيهي في دويرتنا وحاجة الجيري وحاجة نظيفه انتوما بتبيع القالب هذيه تنجموا وتركبوا في الماكينة امتاع الحم العادية اللي هي نعملوا بها البشكوتو اه انا الحقيقة هذي مساعدتني معنتها نركب فيها كل شيء نخلق ويلب ونقسم على قدها ونعمل فيها البشكوتو نعمل فيها الغريبة ونعمل فيها كل شيء المهم الهنا كيما تشوفوا حذرت لي بودان هذو ما توا باش نحطهم توا باش نقعد انشكلهم حتي تنحط شوية اللوز لمهروش ومن بعدك ان نبرم هذيك البودان كيما تشوفوا الهنا باش ننزل عليه بالقالب الزمن هذي اللوح بتبيع اذا مش متوفر عندك يما قطيلكم تعملوا اشكال اللي تحبوا عليها المهم راهو لازم 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 يترحى الدروع لازم يترحى هذيه هكا المقروضة الزمنية متاع الدروع السفيقس يما تشوفوا الهنا انه ندكم ومن شاهيكم اللي هنا معي المرحلة هذيه من الفيديو ونقلوا فضلا ما تنسانيش في اللايك هنا حبيت نقول لكم راهو اطباق ميز موش تدهن لب زيت لب زبدة لب حتى شاين بالنسبة للمقروض الغريبة الدروع وغريبة الحمص قدر مش نقول مقروض نفهمه برش عبيدي فهمه مقروض حاجه اخرى غريبة الدروع وغريبة الحمص ولا بيض يعني مقروض لبيض اذيك الغريبة البيض نقولوا احنا ما يتدهن بحتى شاين الطبق بالنسبة اللي انه راهو ما يتدهن بحتى شاين يقعد شاية تحطوك من هكا خاطر يتحرق نحطوك من هكا نمقرضو ونحطوه اه الدروع يحب النار قوي شوية شوية سخمت الفور على متين وخمسين درجة ومن بعدك بطبيعة عيني ميزاني نقعد نشكل لك عيبية هذوما اه اللي وصل معي المرحلة هذي من الفيديو وقلوا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس اللي اول مرة يشوف قناتي ومتنسونيش في اه لايك بطبيعة لايك باش يرفع لي الفيديو ونشكركم على المتابعة لهنا كيما تشوفونا قعد المقرضهم الكل بطبيعة انا مانيش باش نطول عليكم جيزتك باش نوريكم كيفاش اه تعملوا للمبتدئين بالطبيعة ولي اول مرة يمش يعملوا اللي حلو متاع الدروع ولا الغريبة الدروع ونقولكم يلا يلا رهوثيه المفيح حدشين اه المهم تبدى عندك متوفرة عندك مكينة الحم وإلا منعرش انا مجربتش لحقيقة ما نكذبش عليكم مجربتش ارحيته في المكسور معنى تفل في ست البيت نقولوا احنا انا اللي نعرفه من اصلية الدنيا ان المقروض الغريبة الغريبة تترحايا بمكينة الحم واللي عنده مكينة بالكورون يرحيها بالمكينة كيما تشوفوا لهنا ونركبوا هذيك القميع اذا موجود مش موجود نعملوا اشكال باللي بتبع اللي نحب عليهم احنا نجمة والليل هذوك الزمنيين انك مقتلكم يعني انا نحب المقروض الزمني هذيه اسفقسي مقروض يعني مقروض غريبة دراء مقروض اكها نحط الرصفهم الكل في التباق ونكمل بقي الكل وخليكم مع الفيديو مشاهدة طيبة وكيما تشوفوا لهنا هذيه هكا التباق حتيتوا بجنبي من الشيرة الاخرى ونكمل المقرض الكعيبات اه الطريقة هذيه زادة تعتمدوها في الغريبة الحمص بتبع مش من نفس المكونات لكن نحكي لك يعني في مقريض وفي القالب وفي اله وفي اله في الراحيين وفي كل شي نجموا اه معنتها اه تعم تعتمدوا الطريقة هذيه هكا بش يجيكم سهل وفي سافيسة يعني هذيه هكا الشكل النهائي هذي الكمية اللي اخذه اللي طيحنيها اعتوا مش ندخلها للفور طيب وهذيه بعد ما طابت ما شاء الله عفوا انا الدروع بالنسبة اللي انا نحبه ناضجه شوية اه ما نحبهوش مقرع ابيض وهذيه كانت وصفتنا لليوم وهذيه كانت اه عشويتنا حذرت قهيوة عربي وبعد هذيك التعب بالتبيعه اه حتيت القهيوة وهذيك عيبات الدروع متاعنا انو ايدكم ومن شاهيكم استنيوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وما رحب بيكم مرة اخرى في قناتي وحملة حملة حملة بيش نوصل لعشر الاف مشترك بارتجيوا الفيديو بين حبيباتكم وصحابي بيتكم وفي فيديو قادم وبسلامة ترجمة نانسي قنقر جميعا اشتركوا في القناة